اشتركوا في القناة ويعد الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة واحدا من اهم مناسك الحج واعظمها اذ هو ركن من اركان الحج بل هو ركنه الاعظم وبعرفات جبلها المشهور وهو اكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه من سكاه بل ثبت انه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا